أهلاً وسهلاً أعزائي طلبة وطالبات المستوى الثاني عشر علمي مع الجزء السابع من درس الدم واللمف بعنوان الصفائح الدموية والإرقاء تعرضنا جميعاً خلال حياتنا لجروح منها ما كان سطحي ومنها ما كان غائر اشتركت جميعها في أنها استغرقت وقتاً لتشفى مع تفاوت مدة الشفاء حسب مدى عمق الإصابة ومن أهم مراحل عملية الشفاء كان تكون قشرة الجرح والتي نصحنا آباؤنا باستمرار بعدم نزعها حتى يشفى الجرح سريعاً وبالتأكيد منكم من لم يستمع لهذه النصائح لتغلبه نفسه على نزعها لتخرج كمية من الدماء مرة أخرى وأحياناً ما كان يحدث عدوى للجرح فيستغلق وقتاً أطوام للشفاء ولكن ما سبب تكوين هذه القشرة ومما تتكون وما علاقتها بشفاء الجرح وهل موضوع درسنا اليوم علاقة بالمرض الملكي والذي يقصد به مرض نصف الدم الوراثي ستتمكن بعد الانتهاء من هذا الدرس من الإجابة على هذه الأسئلة فهيا بنا لنتعرف على أهداف درسنا لهذا اليوم أتوقع من كل منكم أعزاء الطلاب والطالبات في نهاية درسنا لهذا اليوم أن تكونوا قادرين على التالي أولاً توضيح المقصود بمصطلح الإرقاء ثانياً شرح آلية حدوث الإرقاء ثالثاً تلخيص الأحداث المتعاقبة في التخسر ولنتعرف على المقصود بمصطلح الإرقاء يجب علينا أن نسترجع معلوماتنا حول هذا الموضوع تطرقنا في درس مكونات دم الإنسان لمصطلح الإرقاء هل يمكنكم من خلال دراستكم لدرس مكونات دم الإنسان الإجابة على هذه الأسئلة؟ أولاً أي مكونات الدم الخلوية مسؤولة عن الإرقاء؟ أحسنتم إنها الصفائح الدموية إذن ما المقصود بالإرقاء كما تطرقنا له سابقاً؟ بالفعل إنه وقف نزيف الدم بعد الإصابة ولكن ما سبب قدرة الصفائح الدموية على إصلاح الأضرار التي تحدث في جدل الأوعيات الدموية؟ أحسنتم وذلك لاحتوائها على بروتين خاص يمكنها من إصلاح الأضرار بالإضافة إلى التآم الكدمات والجروح ولكن هذا البروتين لا ينشط إلا في حالة حاجة جدل الأوعيات الدموية للترميم وبذلك تنشط الصفائح الدموية وعند استعانتنا بالفقرة الأولى من الكتاب المدرسي صفحة 47 للإطلاع على تعريف الإرقاء نجد أن الإرقاء يقصد به عملية وقف نزيف الدم مؤقتاً لإصلاح الضرر كما تجدون أعزاء الطلاب فهذا جرح قد حدث نتيجة ضرر في خلايا الجلد أدى بعد ذلك إلى تكوين شبكة ثم قشرة ثم تكوين النسيج مرة أخرى ليتم إصلاح الضرر كما نجد أن الكتاب المدرسي ينص على وجود مصطلح آخر للإرقاء وهو تخثر الدم إذن فإن مصطلح الإرقاء وتخثر الدم هما وجهان العملة واحدة في حال ذكر تخثر الدم فإنه يقصد الإرقاء وفي حال ذكر الإرقاء فإنه يقصد تخثر الدم ولكن هذا يدفعنا للسؤال التالي كيف يحدث الإرقاء؟ ولمعرفة كيفية حدوث الإرقاء يجب علينا أولا أن نتعرف على الأسباب التي تؤدي لتلف الأوعيات الدموية حيث سيتحدد عليها مصار الإرقاء أي خطوات الإرقاء نجد أنه يوجد سببين لحدوث التلف في الأوعيات الدموية إما من خلال صدمة خارجية وذلك من خلال التعرض لجرح في الجلد يؤدي إلى اختراق جدار الوعاء الدموي وحدوث نزيف أما السبب الثاني فيكون بسبب تمزق بطانة الوعاء وهذا يحدث نتيجة عوامل داخلية مثل المرض والعمر بالإضافة لضعف الدورة الدموية بسبب الجلوس طوال الوقت هذه الأسباب هي ما تحدد مسار الإرقاء أي الخطوات التي ستتم حتى يحدث تجلط ويشفى الجرح أود التنويه بأن هناك تفاعلات خاصة بكل مسار من هذه المسارات ودرسنا لليوم سيوضح آلية الإرقاء من خلال مصار الإصابة الخارجية درسنا أن الصفائح الدموية هي المكون الخلوي في الدم والمسؤول عن إصلاح الأضرار التي تحدث في جدر الأوعيات الدموية أيا كان سببها ولكن هل الصفائح الدموية هي المكون الوحيد المسؤول عن الإرقاء في الدم؟ توجد مركبات في الدم تدخل في عملية الإرقاء إلى جانب الصفائح الدموية حيث أن لكل منهم وظيفة ومسؤولية خاصة به في تخثر الدم يمكننا رؤية بعض من هذه المركبات في الشكل حيث تعبر عنها الأشكال الملونة المتحركة في مجرى الدم والتي تتميز بوجود رموز عليها تسمى هذه المركبات بعوامل التجلط أو عوامل التخثر وهي عبارة عن 12 عاملا معروفا حتى الآن تقوم بإفرازهم الصفائح الدموية أو الكبد يتم إطلاقهم بترتيب معين لتحدث الأحداث المتعاقبة في التخثر حيث أنها سلسات متتالية من التفاعلات يؤدي حدوث كل تفاعل فيها إلى انطلاق التالي كما توجد هذه المركبات بشكل طبيعي في الدم بكميات صغيرة جدا وعند حدوث جروح في الجلب تزداد هذه الكميات بصورة كبيرة لتمنع خسارة الدم بشكل كارثي قد يؤدي للوفاة لكل عامل من عوامل التجلط الـ 12 اسم ورقم روماني إلى جانب اسمه المعروف سنستعرض الآن ثلاثة عوامل فقط أولها بروتين البروثرومبين وهو يحمل الرقم الثاني من عوامل التجلط وهو بروتين غير نشط أثناء عملية الإرقاء يتحول إلى بروتين الثرومبين وهو الشكل النشط لهذا البروثين وثانيها بروتين الفايبرينوجين ويحمل الرقم الأول من عوامل تجلط الدم ويتصف بأنه بروتين غير نشط وذائف في بلازمة الدم وخلال عملية الإرقاء يتحول إلى بروتين الفايبرين النشط غير الذائف في بلازمة الدم ونختم بعامل تثبيت الفايبرين والذي له دور كبير في تكوين شبكة الجلطة أثناء عملية الإرقاء والتي ستصبح قشرة الجرح فيما بعد لاحظوا معي عزائي الطلبة أنه يوجد رقم روماني ثابت لكل بروتين وشكله النشط بينما يوجد حرف A بعد رقم العامل في الأشكال النشطة وهذا لتمييزها بأنها هذه هي البروتينات النشطة Active Proteins ولكن كيف تبدأ عملية الإرقاء؟ ذكرنا أن الصفائح الدموية تحتوي على بروتين خاص ينشط فقط وقت الإصابة ولكن كيف تدرك الصفائح الدموية أن هناك إصابة حتى تبدأ الإرقاء؟ يبدأ الإرقاء أعزائي الطلبة نتيجة ملامسة بلازمة الدم لألياف البروتين التركيبي الموجود على السطح الخارجي للأوعيات الدموية مثل الكولاجين حيث أن الوضع الطبيعي لمكان الدم هو داخل الوعاء الدموي وغير ملامس لهذه البروتينات الخارجية ولذلك فإنه بمجرد حدوث هذا التلامس تنشط الصفائح الدموية ولكن كيف؟ هيا بنا لنأخذ نظرة أكثر قربا داخل مكان التلامس هذا نحظوا معي أعزائي الطلاب نجد أنه توجد عوام نسيجية في مكان الجرح تحفز ارتباط الصفائح الدموية مع ألياف البروتين التركيبي يؤدي هذا الارتباط إلى تنشيط الصفائح الدموية فيتغير شكلها من الشكل القرسي إلى الشكل الكروي وتظهر لها أقدام كاذبة وتصبح لذجة فتتمكن من الارتباط بكل من الألياف البروتينية الظاهرة في مكان الجرح وبطانة الوعاء الدموي بالإضافة إلى التصاقها ببعضها البعض ستساعدكم هذه الصورة المجهرية للصفائح الدموية والتي تم عرضها بهدف الإثراء العلمي فقط على إدراك الفرق في الشكل بين الصفائح الدموية النشطة وغير النشطة يمكنكم رؤية الأقدام الكاذبة بوضوح للصفائح الدموية النشطة والتي تساعدها على الالتصاق كما وضحنا سابقا بعد أن تنشط الصفائح الدموية تفرز مواد تساعد في حدوث خطوات الإرقاء الأساسية والتي تتمثل في ثلاثة خطوات متتالية تبدأ هذه الخطوات بما يعرف بالتشنج الوعائي يليه تكوين مؤقت لسدادة من الصفائح الدموية وينتهي الإرقاء بالتجلط وتكوين قشرة الجرح ولنبدأ مع أول خطوات الإرقاء ألا وهي التشنج الوعائي والذي يحدث نتيجة التقلص الفوري في العضلات المنساء الموجودة بالأوعيات الدموية ولكن لماذا؟ وذلك بهدف تصغير قطر الوعاء الدموي مما يقلل من تدفق الدم وتعتبر هذه الخطوة إجراء سريع لتقليل نسف الدم إلى حين حدوث باقي الخطوات ليتم بعد ذلك التكوين المؤقت لسدادة الصفائح الدموية فبنفس مبدأ استخدام البحارة لسدادات خشبية كحل مؤقت لإصلاح الأضرار البسيطة في هيكل السفينة أثناء عملية الإبحار وذلك إلى حين إجراء الحل النهائي والفعال بعد العودة للميناء تكون أهمية هذه الخطوة حيث يتم تكوين سدادة مؤقتة متكونة من الصفائح الدموية إلى حين حدوث التدخل الأكثر فعالية ولكن كيف تتكون هذه السدادة؟ هل يمكنكم التوقع؟ ذكرنا أنه نتيجة تنشيط الصفائح الدموية تصبح لزجة مما يحفز التصاقها ببعضها البعض وبذلك تتجمع الصفائح الدموية على شكل كتلة مما يؤدي إلى إبطاء تسرب الدم هل يمكنكم ذكر سبب اعتبار هذه الخطوة كخطوة أساسية ضمن خطوات الإرقاء؟ وذلك حيث أن السدادة المؤقتة تعمل على سد الجرح إلى أن يتم تكوين الخسرة والتي تشكل التدخل الأكثر فعالية وبهذا تبدأ المرحلة الأخيرة والأكثر فعالية في عملية الإرقاء ألا وهي التجلط؟ يحدث التجلط من خلال سلسات من الأحداث المتتابعة والتي يعتمد حدوث كل منها على حدوث التفاعل السابق لها فنجد أن الصفائح الدموية النشطة تحفز تحويل البروثرومبن غير النشط إلى ثرومبن نشط من خلال سلسات من التفاعلات تحفز تكوين العامل المنشط للبروثرومبن ليقوم بعدها الثرومبن النشط بتنشيط الفايبرينوجين إلى فايبرين نشط غير ذائف بلازمة الدم ويتم تثبيت خيوط الفايبرين المتكونة مع بعضها البعض من خلال عوامل تثبيت الفايبرين لتتكون شبكة تحتجز بداخلها خلايا الدم الحمراء والبيضاء ومكونات الدم الأخرى كما يعمل الجزء السائل من الدم والمحتجز داخل هذه السدادة على تحويل الصفائح الدموية إلى مادة جيلاتينية ويستمر تثبيت شبكة الفايبرين لتصبح أكثر متانة وتتجمد السدادة وضحنا أن الجزء السائل من الدم والمحتجز في السدادة يؤدي إلى تحويل الصفائح الدموية إلى مادة لزجة ولكن لماذا يا ترى؟ وذلك حتى تستقر السدادة في مكانها وتبدأ عملية شفاء الأنسجة ما التغير الذي يحدث بعد ذلك؟ بعد ذلك تتحول هذه المادة الجيلاتينية ومادة الجلطة المتكوناة عند تعرضها للهواء إلى قشرة الجرح الواقية والتي تساعد على شفاء الأنسجة والتئامها بالإضافة إلى منع دخول أي مسببات للأمراض الجرير بالذكر أن الأحداث المتتالية والتي تم توضيحها الآن تخضع للتنظيم عبر آلية التغذية الراجعة الموجبة والتي يقصد بها أن ناتج تفاعل ما يؤدي إلى استمرار حدوث التفاعلات مرة أخرى وبسرعة أكبر عكس التغذية الراجعة السالبة والتي تحدث عندما يحفز الناتج لتفاعل ما توقف حدوث التفاعلات كلها والدليل على أن هذه الأحداث المتعاقبة تخضع للتنظيم من خلال التغذية الراجعة الموجبة أن إنتاج الثرومبل النشط الناتج من تحفيز الصفائح الدموية النشطة لبروتين البروثرومبل يعمل على زيادة سرعة تكوين العامل المنشط للبروثرومبل أي أنه كلما زاد إنتاج الثرومبل يزيد ذلك من سرعة إنتاج العامل المنشط للبروثرومبل وهذا ما تدل عليه التغذية الراجعة الموجبة إذن إذا تم سؤالك ما هو نوع التغذية الراجعة التي تنظم الأحداث المتعاقبة للتخفر تكون الإجابة أحسنتم تغذية راجعة موجبة وبذلك نكون قد انتهينا من شرح خطوات الإلقاء بشكل مفصل ولأترككم الآن لمشاهدتها متسلسلة ترجمة نانسي قنقر ولتقيم فهمك أجب عن السؤال الخامس من الكتاب المدرسي صفحة 78 من تقويم الوحدة أي من ما يأتي ليس جزءا من الإرقاء تكوين الصفائح الدموية إنتاج الفايبر من الفايبرينوجين التشنج الوعائي الأحداث المتعاقبة في التخثر تعلمنا في هذا الدرس أن إنتاج الفايبر من الفايبرينوجين التشنج الوعائي والأحداث المتعاقبة في التخثر جميعهم جزء من عملية الإرقاء أما عن تكوين الصفائح الدموية هل يمكنكم تذكر أين يتم تكوينها؟ أحسنتم في نخاء العظم الأحمر وبالتالي فإن الإجابة ستكون تكوين الصفائح الدموية حيث أنها ليست جزءا من عملية الإرقاء والآن مع السؤال الحادي عشر من الكتاب المدرسي صفحة 54 من تقويم الدرس ما هي الخطوات الثلاث للإرقاء صف بإجاز كل خطوة؟ درسنا أن الخطوات الثلاث هي التشنج الوعائي التكوين المؤقت لصدادة الصفائح الدموية والتجلط يحدث في التشنج الوعائي تقلص فوري للعضرات الملساء في الأوايات الدموية بينما في الخطوة الثانية يحدث تجمع للصفائح الدموية المنشطة اللازجة على شكل كتلة أما في الخطوة الأخيرة فإن الأحداث المتعاقبة للتخثر تحدث وتصبح السدادة أشد متانة نتيجة تتصلب شبكة الفايبرين حول الخثرة المتكونة لتتصلب عند تعرضها للهواء الجوي وتتكون قشرة الجرح الواقع والآن يحين دورة الخيص الأحداث المتعاقبة في التخثر ولذلك هيا بنا لنقم بالنشاط التالي مستعينا بالشكل الموجود في الكتاب المدرسي صفحة 48 والمعلومات السابقة لخص الأحداث المتعاقبة للتخثر في ثلاثة خطوات نجد من الشكل أن أولى خطوات الأحداث المتعاقبة للتخثر تبدأ بتنشيط الصفائح الدموية من خلال ارتباطها بالعوامل النسيجية ليقوم بعد ذلك الصفائح الدموية النشطة بتحويل البروثرومبن غير النشط إلى ثرومبن نشط من خلال سلسلة من التفاعلات يؤدي ذلك إلى تنشيط الثرومبن الفايبرونجون غير النشط إلى فايبرن نشط الذي يعمل على تكوين الشبكة البروتينية وبعد أن يتم إصلاح الأنسجة التالفة يحين موعد تحلل وسقوط القشرة وذلك حتى يستعيد الدم تضفقه الطبيعي فكيف يتم ذلك؟ يتم ذلك من خلال الاستعانة ببعض الإنزيمات والتي تستهدف بروتينات مختلفة في الجلطة مثل بروتين الفايبرين المكون للشبكة فيتحلل كما نرى في الشكل وتتفكك الخسرة ويستعيد الدم تضفقه الطبيعي وبهذا نرى أن عوامل التجلط هي المسؤولة عن حدوث الأحداث المتعاقبة في خطوة التجلط أكثر الخطوات فعالية في الإرقاء وأود التأكيد على أن كل عامل من الاثنى عشر عاملا للتجلط له دور هام في عملية الإرقاء وليس فقط الثلاثة عوامل التي تم التطرق لها ومن هنا يأتي السؤال ما النتائج المترتبة على حدوث أي خلل في إنتاج أي عامل من هذه العوامل والتي يقصد بها عوامل التجلط بالفعل ستتوقف الأحداث المتعاقبة للتخثر وبذلك لا تحدث خطوة التجلط أو التخثر ولكن لماذا؟ لماذا يؤثر خلل في عامل واحد فقط على كفاءة العملية بأكملها؟ وذلك لأنه كما وضحنا فإن الأحداث المتعاقبة للتخثر هي عبارة عن سلسلة متتالية أي أن حدوث كل تفاعل فيها يؤدي إلى إطلاق التفاعل الآخر ولذلك فإن غياب أحد العوامل سيؤدي إلى توقف هذه السلسلة ومن الأدلة على ذلك المرض الملكي والذي يعرف باسم الهيموفيريا أو نسف الدم الوراثي حيث يفتقر معظم المصابين بهذا المرض للعامل الثامن من عوامل التجلط ولذلك فإنهم معرضون للنسف المستمر عند إصابتهم بجرح ويمكنكم البحث في كيفية علاج هذا المرض وسبب تسميته بالمرض الملكي والآن لتقيم فهمك ومع السؤال الثاني عشر من الكتاب المدرسي صفحة 54 من تقويم الدرس قم بإعداد مخطط إنسيابي بسيط للأحداث المتعاقبة في التخثر ضمن مخططك دور كل من المواد أدنى البروثرومبين الثرومبين الفايبرينوجين الفايبرين يمكنك تصميم مخطط بأي شكل ولكن انتبه عزيز الطالب عزيزة الطالبة لن يكون التقييم هنا على شكل المخطط وإنما على تسلسل الأحداث فيه حيث يجب أن تكون متتالية لتبدأ بتنشيط الصفائح الدموية من خلال ارتباطها بالعوامل النسيجية ثم تؤدي إلى أن تقوم الصفائح الدموية النشطة بتحويل البروثرومبين غير النشط إلى ثرومب النشط ليقوم بعد ذلك الاثرومبين بتنشيط الفايبرينوجين غير النشط إلى فايبر النشط الذي يعمل على تكوين الشبكة البروتينية وبذلك نكون قد وصلنا إلى مرخص درسنا لهذا اليوم تعلمنا اليوم أن الإرقاء هو عملية وقف نزيف الدم مؤقتا لإصلاح الضرر ويقصد به تخثر الدم كما أن للإرقاء مسارين وذلك حسب السبب وراء تلف الأوعيات الدموية كما أنه قد يحدث التلف نتيجة صدمة خارجية وقد يكون نتيجة عوامل داخلية ومن العوامل الداخلية التي تسبب الإرقاء المرض والعمر وضعف الدورة الدموية بسبب الجلوس طوال الوقت كما أنه توجد مركبات بكميات صغيرة في الدم بشكل طبيعي وتشكل 12 عامل تخثر تزداد كمياتها بشكل كبير عند حدوث جرح في الجلد كما يتم إفراج هذه العوامل من الصفائح الدموية أو الكبد لتنطلق بترتيب معين حيث أنها المسؤولة عن الأحداث المتعاقبة للتخثر يحدث التخثر من خلال ثلاثة خطوات أساسية هي التشنج الوعائي التكوين المؤقت لسدادة الصفائح الدموية والتجلط في الخطوة الأولى تتقلص العضلات المنساء في الأوعيات الدموية وذلك لتقلل كمية الدم المفقودة أما في الخطوة الثانية فتتكون سدادة الصفائح الدموية نتيجة تجمع الصفائح الدموية اللزجة على شكل كتلة وفي مرحلة التجلط تتكون الشبكة المتكونة حول السدادة وذلك لصنع جلطة الدموية تتصلب وتستقر في مكانها لتبدأ عملية شفاء الأنسجة ولتقيم فهمك أجب عن السؤال الثاني والعشرون من الكتاب المدرسي صفحة 81 من تقويم الوحدة ادرس الشكل في الأسفل بعناية ثم أجب عن الأسئلة التي تليه أولاً ماذا يحدث للوعاء الدموي للتقليل من خسارة الدم أجب بإيجاز تكون الإجابة يحدث تقلص فوري في العضلات المنساء لتصغير قطر الوعاء الدموي وتقليل تدفق الدم ولننتقل إلى النقطة الثانية ما هي الخطوة التالية المفقودة في الرسم؟ أرسم مخططاً بسيطاً باستخدام أقلام ملونة واذكر اسم التركيب المهم الذي يتشكل وضحنا سابقاً أن مهارة الرسم العلمي تساعدك على التمكن من المادة ولكن من المهم جداً أن تعرف ما اسم التركيب والخطوة التي تليها لتكون الخطوة المفقودة هي التجلط أحسنتم والتركيب الذي يتكون هو الجلب أو القشرة ومع الجزء الثالث من السؤال يتم تنشيط التركيب سي لتصبح أف من خلال عوامل الأحداث المتعقبة للتخثر اذكر هذه العوامل ما هي التركيب سي؟ هي الصفائح الدموية يوضح السؤال ذكر عوامل الأحداث المتعقبة للتخثر فتبدأ هذه العوامل بتنشيط الصفائح الدموية من خلال ارتباطها بالعوامل النسيجية والتي تؤدي إلى أن تقوم الصفائح الدموية النشطة بتحويل البروثرومبن غير النشط إلى ثرومبن نشط من خلال سلسات من التفاعلات يحدث بعد ذلك أن ينشط لثرومبن الفايبرينوجين غير النشط إلى فايبر النشط والذي يعمل على تكوين الشبكة البروتينية أحسنتم ومع الجزء الأخير من السؤال التركيب إيه هي عديدة البابتداد تنشط لتشكيل شبكة مستقرة بتأثير من عوامل الأحداث المتعقبة في التخثر أرسم مخططا انسيابيا بسيطا يتضمن العوامل البروتينية الثلاثة التي تتجمع ما هي العوامل البروتينية الثلاثة التي درسناها؟ البروترومبن الفايبرينوجين وعامل تثبيت الفايبرين إذن فعند رسمك لأي مخطط انسيابي يجب أن يتضمن تسلسل الأحداث المتعقبة في التخثر وإلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته